في البداية تحليل حضرتك لشكل التجارة العالمية في الوقت الحالي والمستقبل القريب كيف سيكون عليه الوضع طيب تعال ناخد بقى كده ايه يعني هنتكلم على مستوى العالم وناخد رأي المنظمات الدولية في هذا الموضوع زي سندوق النهد الدولي مورجان ستانلي سندران دي بودز فيتش وخلافة مع تقسيمة العالم الى مجموعات مجموعة الامريكين او اللي بينظروا ليه على انها الولايات المتحدة الامريكية وكندا مجموعة الخاصة بامريكا مجموعة التانية منطقة اليورو بما فيها انجرترا مجموعة التالتة شمال افريقيا والشرق الاوسط مجموعة الرابعة امريكا الجنوبية والبحر الكريبي المجموعة الاخيرة هي مجموعة دول جنوب شرق اسيا بما ضمنهم الهند طيب الازمة بدأت منين والمعدلات كانت ايه والتعافي هيجي ازاي بداية من 2019 وما استمر عليه الحال في 2020 وانستمرت الى 21 دي كانت ازمة كوفيد مجرد ما العالم بدأ يفوق منها دخلنا في 22 في مارس 22 بقالنا سنة دلوقتي في الحرب الروسية الاوكرانية تأثيرها ايه على الاقتصاد الدولي والمجتمعات الدولية بقى اولا دول بالكامل افلت زي ايطاليا عقبتها عدد كتير من الدول في الاتحاد الاوروبي بعدها الصين معظم الدول اللي مصانحها افلت او شركتها الانتاجية افلت فتأثرت بيها مدخل عوامل الانتاج ومما اثر على السلع كسعر او تأديد خدمة طيب اقتصادات الدول دي اللي افلت جزئيا او كليا اتأثرت مواردها موارد شركتها منين ما هي موارد الشركات اللي داخل هذه الدول تعد جزء من الناتج المحل الإجمال لكل دولة وعشان نقدر نقيس معدل النمو بتاع كل دولة فبننظر الى معدل الزيادة في الانتاج اللي تم من خلال فترة لفترة في الناتج المحل الإجمالي ونقدر نقول معدل النمو وقت دي معدلات النمو اللي كانت عالميا قبل 19 كانت بتأخذ من 6 الى 8 وخاصة دولة زي الصين متجهة دايما في اقتصادها الدولي لتطور الى اعلى باعتبار انها بتتحوز على اكبر حجم من الانتاجية على مستوى العالم يعني لو قدرنا نقسم التورطية فنلاقي لها الوعدة ما يفوق 30% باعت الدول اللي موجودة في التأسيمة اللي احنا قسمناها ديا بشركتها العملاقة اللي موجودة فيها اتأثرت بمشكلة كوفيت وبعدها اتأثرت بمشكلة الحرب الروسية اللي أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد اللي أثرت على انتاجية روسيا من البترول باتيجة ان المستهلك منها من السوق الأوروبي العقوبات اللي بينالها من الاتحاد الأوروبي قدرت عليه ان انت ما تشريش من المنتج الروسي الكميات دي وبالتالي الانتاج الروسي بدأ انخفض فأثرت على انتاجيتها وطبعا روسيا وغيرها من عديد من الدول منتجة البترول تحت مظلة منظمة الأوروبي ومنظمة الأوروبي بتفرض كميات في الانتاج وهي بتفترض ومحددة السعر زي ما شفناها في سنة من السنين كانت تلاتين ووصل إلى أكتر من الميت دولار وبعد كده بدأ ينزل لحد ما النهاردة بالتحديد حوالي من 78 إلى 79 دولار في الاختلاف ما بيئت من السعر ده والسعر الانتاجيات الدولية في الموضوع ده بدأت انتاجيتها تقل الانتاجية اللي قلت ديا كانت منعكسة على المستهلك العاملين في هذه الشركات متوجدين في منازلهم ما كانوش بيشتغلوا في معظم الدول العالمية وبالتالي أثرت على الانتاجية قلت ومن ثم نرجع بقى القاعدة الرئيسية عرض وطلب السلع المتوجدة في السوق قليلة والطلب عليها عالي الطلب هو الطبيعي ولكن العرض تعف فأصبح هنا فيه التدخم التدخم ده علشان تقدر تكافحه جميع المنظمات الدولية اللي أشرت إليه ما كانش قدامها غير مدخل واحد كمية النقود المتدولة في أيدي الأفراد كثيرة جدا فأنت عايز تسحبها علشان ما تتجهش إلى السوق في المتوجد فيه العرض الأولي من السلع أو الخدمات وبالتالي أسعار السلع بدأت تتزايد ليه؟ لأن كمية النقود اللي في أيدينا أعلى من كمية الانتاج اللي المتاح بدأت تفرد الدول وكانت على مقدمتها البنوك الأمريكية والفيدرالي الأمريكي إنه بدأ يرفع في سعر الفايدة دي سياسة من أيام سياسة الكلاسيك في عصر الاقتصاد وهم كانوا بينادوا على أن كل ما رفع سعر الفايدة كل ما الإقبال من أصحاب النقود على إدحة في البنوك هيزين لأنه هيحصل على عائد دخل دوري وسابت بشكل أعلى وأعلى يمكن أنا عايز في البداية أشكر حضرتك على هذا الشرح يمكن الوافل عن الناس كتيرة جدا يمكن يبقى مش قادر يفهم هو ليه البنوك الفيدرالية أو البنوك المركزية في الدول بتاخذ هذا القرار بأنه يبتد يرفع في الفايدة لكن يعني حضرتك شرحته بالشكل النقود فايدة لكن هنا السؤال طيب ربما الكثير من الخبراء بيقولوا أنه هو ده بيعتبر حل دائم لكل الحكومات بأنه أنه البنك المركزي يرفع الفايدة ولكن هو يعتبر حل مؤقت وله ضرر ربما في المستقبل إيه هو الضرر دا ده الكلام جميل جدا طيب تعال ناخد تجربة أمريكا وبعد كده ما أعقبها من تجرب داخل الاتحاد الأوروبي أمريكا بدأت في رفع السعر الفايدة خلال سنة النهاردة اقتربت تماما من ستة من بعد ما كانت بوينتو أو بوينت اتنين وصلت النهاردة لحد ستة آخر زيادة قررت الأسبوع اللي فات زيادة السعر الفايدة بيتبعوا إيه؟ نمرأ واحد على البنوك إنها ما بترفع سعر الفايدة فالإقبال بيزيد على الإداع لما بتزيد الإقبال على الإداع من الأفراد فبيزيد الوداع داخل البنك علي أنه هو يبدأ يا استثمر ما هو البنك بياخد الوداع من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية ويعاد استثمرها في أوعية إدخارية أخرى سواء في مصانع في شركات في منشآت أي أن كان نوعية النشاط بقى تجاري صناعي خدمي أي أن كان بقى استغلال العقاري أو خلافة قيمة الأموال اللي تم إدحها كودايع داخل البنوك زادت جدا فكل ما بتزيد كل ما التجاه نحو فارد القرار بأن أنا هزود سعر الفايدة يوم جام يزوده تاني لأن التدخل مازال موجود فيسحب أموال أخرى يسحب أموال أخرى من هنا بدأت البنوك تفكر في أنها إيه؟ تستثمر هذه الأموال استثمر البنوك دايما في استثمر هذه الأموال إذا ما كانش في مشروعات يبقى في محافظ هروح بيها على مجموعة من الأوراق المالية سواء كانت فصولة أسهم سندات أزون وخلافة بما فيها حتى الأدوات المالية أو عقود الصرف سواء كانت بقى راحة البترول راحة سلع جزائية وخلافة كمية اللي تم شراءها من الأزون الخزانة اللي بتطرحها أمريكا لتمويل العجز اللي عندها كمية ضخمة جدا بتصل إلى ما يزيد على 12 تليليون وبدأت البنوك تكتتب فيها ويتم إدع أموالها في زي السندات طيب السند النهاردة بيديله عائد 3% لما الفايدة بدأت تطلع 3 وربح 3 ونص 4 4 وربح 4 ونص 5 طب أنا هسيب ما أنا شاري في محافظ طويلة الأجل مش سنة لا 3 و5 وفي منهم 10 طب أنا هسيب أموالي أنا بقى كبنك أروح جوه السندات ولا أروح أحط في الوداع الجديدة اللي بدأت تعلى فيها سعر الفايدة فبدأ يتجه إنه يبيع بعض من المحافظ البيع عرض وطلب برضو أنت النهاردة هتشتري المحافظة دي مني كبنك تاني أو كشركات أخرى عشان تشتريها من الإستثمار أنا كنت شاريها وهي ذات عائد 3 إذا كان السوق بيدي عائد 5 هتشتريها بنفس سعرها أم لا بسعر أقل فأصبح سعرها بيقل فمع انخفاض السعر بدأت البنوك تبيع أول بنك بدأ يتخبط سيرفر جات كابيتل بعدها بأسبوع 10 تيام سيليكون فالي ما بدأت البنوك دي تقع نتيجة أنه بيبيع محافظ بسعر أقل علشان يخش في ودايع ذات عائد أعلى الأفراد ذات سلوك حراري طردي يعني أول ما بيستشف أن البنوك بدأت تبيع محافظها فبدأ يقلق على ودايعه بدأ الإقبال على البنوك يطلب الودايع ومن هنا بدأت قصة الإفلاس اللي ظهرت في البنوك دي لسه بكتب السؤال بدأ الفيدرول الأمريكي يدعمهم